في الفيديو اللي فات هدرنا على خمسة لاعبين اللي غادي يكونوا جداد في قائمة المنتخب المغربي المشاركة في كأس امام افريقيا غادي نخلي لكم لين ديالفيديو في اول تعليق وفي هذا الفيديو غادي نضرع لخمسة لاعبين اللي كانوا من ابرز العناصر ديال منتخب المغربي ومنهم ثلاثة اللي مشاوا المون ديال قطر وكانت من عناصر المهمة ولكن لسوء الاسف ما غاديش نشوفوهم مع المنتخب المغربي في كأس امام افريقيا بالكوتيفو اينا بغيت تعرف التفاصيل كالعادة بشكل مختصر تفرجوه في هذا الفيديو وقبل ما اخليكم مع الفيديو ما تنسى تجدونا لاعك الفيديو والاشتراك في القناة ربما بقنا والون ونصدر عشرين الف متابع على القناة اول لاعب اللي غادي يكون خارج قائمة المنتخب المغربي المشاركة في كأس امام افريقيا هو اسمى العزوزي لاعب بولونيا الايطاري وذلك بسبب تعرضه لاصابة والتي ابعدته لمدة شارعين عن التنفسية مع الفريق ديالو اسمى العزوزي واخر يرجع يلعب مع الفريق ديالو قبل كأس امام افريقيا غادي يلقى بلاستو دالو لاعب لانس الفرنسي نايل العيناوي وثاني لاعب اللي غادي يكون خارج قائمة المنتخب المغربي هو جواد الياميق مدافع نادي الوحدة السعودي وذلك بسبب التنفسية لكي نفخط دفاع المنتخب المغربي وغادي يكون في بلاستو مدافع ريال بيتيس الاسباني شادي ريال وثالث لاعب اللي غادي يكون خارج قائمة المنتخب المغربي هو عبدالرزاق حمد الله لاعب نادي الاتحاد السعودي حمد الله تعطى له بزلت الفرص تحت قيادة وليد الرقريكي ولكن ما عرفش كيفاش يستغلم على العكس ايوب الكعبي في ثلاثة مقابلة تقدر يسجل هدفين وبنسبة كبيرة غادي يكون طارق تستدالي في مكان عبدالرزاق حمد الله حيش حاليا طارق تستدالي فورما كبيرة في اخر خمسة مقابلة يستجل خمسة اداف وعطاء تمريرتين حاسيمتين ورابع لاعب اللي غادي يكون خارج قائمة وليد الرقريكي هو بنجامين بوشواري لاعب سان ايتيان الفرنسي بنجامين بوشواري لاعب عنده مؤهلات كبيرة ولكن غادي يكون خارج قائمة المنتخب المغربي بسبب تنافسي اللي كان في خط وسط المنتخب المغربي وعودة المحارب ساليم امله لاعب فالانسيا الاسباني واخر لاعب اللي غادي يكون خارج قائمة المنتخب المغربي هو عبدالحاميد صابري لاعب الفيحاء السعودي صابري كان من عناصر مهمة دي المنتخب المغربي ولكن بعد الانتقال دياله الى الدوري السعودي اصبح خارج مخططات وليد الرقريكي وسبب استبعات صابري من قائمة المنتخب المغربي هي ظهور اسماء جديدة في خط وسط الميدان كاسماعيل سيباري اللي يقدم مستوية كبيرة مع الفريق دياله اند هوفن الولندي في الدوري الولندي ودوري ابطال اوروبا ونجح معهم في التأهل الى الدور سي تتعاصر من دوري ابطال اوروبا اخوان هادو هما ابرز لعبة اللي كانوا مهمين في المنتخب المغربي وما غاديش نشوفوهم معنا في كأس امم افريقيا بغاية نقول لكم وصلنا الى نهاية الفيديو وما تنسوا تدروننا لايك الفيديو والاشتراك في القناة رمى بقناة ورون وصول عشرين الف متابع على القناة ما كراتش اي واحد كيشوف هذا الفيديو يدرنا ديك لايك 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 والاشتراك في القناة بس يوصلك جديد المنتخب المغريبي ترجمة نانسي قنقر